مهارة عند وسام أبو علي شفناها في مباراة البلدية ممكن تخليه الاختيار الأول عند كولر في مركز المهاجم الصريح حتى نهاية الموسم وهي مهارة الضغط على المنافسين وسام بارح شفناها في المباراة بيضغب بطريقة مميزة جدا مختلفة بصراحة عن أي لاعب في النادي الأهلي لاعب في مركز المهاجم الصريح بداية من كهربا وصولا لمودست التنافس حاليا على مركز المهاجم الصريح بقى سلاسي ما بين وسام وكهربا ويمودست ربما الحاجة اللي تخلي وسام دايما عنده أفضلية أسلوب ضغطه الولد بيتمشى يتمشى يتمشى وفجأة هوب يروح ضغط عليك بطريقة مفاجأة وطبعا بيحاول يستغيل طبعا أن رجله طويلة وعنده برجة الواسع فعنده مقدرة أنه يسبب مشاكل له المنافسين في مسألة الضغط واحدة من النقطة المميزة جدا جدا عنده سامبا أبو علي وفتكرونها هيتموزم أسلوب ضغطه على دفاع المنافسين والنادي الأهلي في الحالة الدفاعية اشتركوا في القناة